من تفسير المثل يتكلم عن أسرار ملكوت السماوات والمسيح عندما شرح المثل في البيت يتكلم أن الحقل هو العالم لكن هناك تحذير للكنيسة مثلما ذكرت إذا ممكن توضح لنا الفكرة نحن نتكلم عن ملكوت السماوات لكن هل الكنيسة تسمح تترك الأشرار يعملوا ما يشاءوا الكلام عن ملكوت السماوات شيء والكلام عن الكنيسة شيء آخر الملكوت السماوات هي الدائرة المفتوحة العالمية التي فيها مؤمنين وغير مؤمنين في هذه الدائرة يا أخ نزار أنا مطالب من الرب بحكتين حاجة الأولانية حسب متى ستة لا تدين لكي لا تدينه وحسب تعليم الرب هنا في مسل الزوان دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد الكلام هنا عن الدائرة الواسعة دائرة العالم دائرة المسيحية الإسمية أما دائرة الكنيسة ده كلام تاني خالص أخذ التعليم بتاع الكنيسة من رسائل الكنيسة كورنسوس الأولى أصحح خمسة الرسول بوليس عندما يتكلم عن الشر والخطأ في الكنيسة الحكتين حاجة الأولانية قال نقوا منكم الخمير والشيء الثاني قال اعزلوا الخبيث من بينكم عشان ما يجيش حد ويقول لي النهاردة لما يطلع واحد خادم أسيس معلم أخ في كنيسة ما ويعلم تعليم شرير تعليم لا يتناسب مع كلمة الله وبعدين لما نيجي نقول ده غلط يا جماعة يطلع لنا واحد بآية يقول لك لا 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 مكتوب لا تدينه لكي لا تدانه لا مكتوب فين المحبة لا حبيبي ما تدخلش الأجزاء الكتابية مع بعض عند الكنيسة وما بداخل الكنيسة نحن مطالبين أن ككنيسة داخل الكنيسة اعزلوا الخبيث من بينكم أما الذين من الخارج فسيدينهم الله لكن أنتم يا مؤمنون ستدينون الذين في الداخل والقضاء يبتدأ من بيت الراحة 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة